اهلا بحضراتكم الجديد يمكن يعني ناس كتير ما ترافش حجم يعني المجهود المبزول واحنا بنصر ان احنا نبين ان العاب القوة ابطالها ونجومها ومدربينها يعني زي ما بقولوا بنحطوا في الصخر عشان يعملوا حاجة لنفسهم والبلدهم والكل اللي حواليهم هناخد النادي الاهلي المثال كابتل انت عندك كم لعب ولعبه في الدرجة الاولى الدرجة الاولى يعني مش اقل من من ستين لخمسة وستين لعب ولعب رقم كبير ما شاء الله وكلهم طبعا حقيقين ارقام وكبير ياخدوا اعداد كتير هنلاقي ممكن زيهم او اضعاف في الناشئين ولاشئات اكيد انا شئ ناشئات ما اقولوش عن مية وستين مية وتمانين مية وستين لبين وتمانيا ما شاء الله عدد كبير من اللاعبين واللعبات انت بتعدهم ونادي الاهلي جرعاهم اذا ما بيقولوا ما في يعني خلي احكلم كل صراحة آلعاب القوة ما بيجبش انكم ولكن اللعبه كمان بتعاني من قلة الامكانية كابتل خلينا اتكلم في لوب بلموضوع ما سأي هنقول عشان عدّ لعب آلعاب قوة وخلي اخد مدينة اللومفة من وجهة نظرات محتاج كم في السنة بوجت هو عشان يدي اللعب للنبياد اولا ممكن ياخد اكتر من سنة يعني نتكلم بعض الواقع هو اكتر من سنة يعني نتكلم مش اقل احيانا من سنة 2-3-4 انما لو جينا على سنة نقول اه متوسط عشان يتكلف كم اللعب للنبياد يعني يعني اعتقد مش اقل من مليون نص نص جنيه مصري اه يعني بنتكلم في حوالي مئة الف دولار تقريبا اه مئة الف دولار ما بين المشاركات خارجية وداخلية واعداد وغزى وتفرغ بالزبط يعني رقم كبير بالزبط يمكن اللعيبة كمان بتستعوى ده انها بتشتغل يعني بتشتغل وتنفق على اللعبة صحيح انا خلطة ده حقيقة ويمكن ده احيانا اللي بيعطلنا او بيعطل اللعب ان هو يوصل للمستوى بتاعه المستوى لو قلنا اللي عايز يروح للمبياد ده اللي بيعطلو بفيه معوقات ان هو بيشتغل هو طبعا مش متفرغ اه اكيد طبعا بيمارس مهنة الماس وان كان طبيب مهندس محاسب صاحب شركة ليش عمله بتاخد بزء مؤقته وتركيزه ومجهوده وانتظاره في التمرين اللي قدر الله قدر الله اصابات بتاخده اطول في العلاج اه فطبع امكيات دي تقول لي يا كابتن يعني احنا دايما نحب نحط زي ما يقوله يعني سؤال دايما بترح نفسه اللعب عشان يجيله سبونسر لازم يحقق النتيجة وعشان يحقق النتيجة محتاج سبونسر بالزبط ما هو عيصرف عليه ازاي يعني مئة الف دولار فيش حد يقدر يملك كل مبلغ ده بس هي الفكرة اللي بقولها ايه اللي بقولها انه ساعات بيجيلك لعب موهوب ممكن بربع بخمس المبلغ ده يحصل له طفرة وعندينا نمازج يعني عايز حدك تستردد في الكلام ده يعني احنا عايزين نتكلم في النمازج اللي عندنا اللي راحه الولمبيات ومعليش يعني ما تمش الانفاق عليهم بهذا المبلغ زي مين عندنا مثلا يمي الجلة الجمل مثلا من اللعيبة اللي ما صرفش عليها كده يعني ادي اللي اللعيبة اللي راحه الولمبيات الفترة اللي فاتت واللي تحده بقال المكانيات هو صراحة الاربعة اللي راحوا تلاتة الاربعة اللي راحوا منهم تلاتة بتاعنا راحوا بامكانيات قليل يعني سواء كان ايه عبد الرحمن او محمد مجد حمزة او مصطفى الجمل التلاتة راحوا باقل امكانيات ما تصرفش علامة زي مبادئ ويمكن نتكلم بصراحة يعني عشان كده يعني ما صلوش للمستويات المطلوبة هم راحوا وشاركوا ويمكن نقول مقبار النهائية وقبل النهائية خارجوا مقبار النهائية وقبل النهائية مش عايز اقول ان ده كان يعني سبعين في المائة من المستوى صلوش ان اقلت الامكانيات وعدم توفروا هذا المبلغ ويضافها بقى الحاجات التانية اللي هي الفترة اللي هي الكافية ما تمتش يعني بزيت واحد زيهاب مساءة مرجوعه من بعد هيدلقاف ما لحقش يخش في الفورمة انه يقول سنة حتى ما خدش سنة اهل من هنا من مصر بالزبط من حوالي اربع شهور او خمس شهور فده طبعا بنقول لا ده كان لازم يلعب ماتشات بره ويحتك باللعيب اللي هو مستوى عالي سواء كده طبعا كابتل هسألك سؤال يمكن البعض بيتسأله هل ممكن يشوف لعب ألعب كوه سواء ميجلة ورمحة او واسب طويل او واسب سليسي واتفر ايه اللعبة ايه هل ممكن يشوفه بيحترف بره يعني خلاص ممكن يبقى لعب مثلا عن 19-18 سنة عنده الامكانيات ممكن يروح بره يلعب زي اللعبة الكوره يلعب وياخد خبرات ويجي يمسل مصر هل ده وارد في اللعبة كوهور وارد في يعني هو يعني لازم ندرس الموضوع تاني هو انوارد في الفترة اللي فاتت في الدول العربية وتحديدا دول الخليجي ان كان فيه من سنة كده تحديدا يعني كان فيه فرصة ان اللعبة بتاعيتنا نشارك في بعض اللقاءات الودية بتاعتهم والمنافسات الداخلية بتاعتهم زي مثلا بلد زي الامارات العربية فيه احيانا بيستعينوا بلاعبين القانون بتاع الاتحاد بتاعهم بيسمح باللعبة بالمشاركة باللعبة الأجالة بالضبط ففي الحالة دي اوه ممكن ان هو يشارك لو هو وصل المستوى اللي هو بيمسل نادي معين ايه بيمسل نادي معين اه ده ده الحالة الوحيدة اللي يقدر يبقى نقول دخل ويزيد فيها انما طبعا الاسبونسر مش مش موجود بنسبة طب اوربا مفيش حاجة زي كده في اوربا دكتور يعني خلينا نقول مثلا دول زي دول شرق اوربا دول غرب فرنسا فرنسا متطورة جدا عندنا مثلا اسبانيا هل الدول دي ما عندهاش منافسات القواياف 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 تستعينوا بعض الوصلين للعبوا الفرق مفيش مش كده احتراف حال دوارد ولا عندهم بس طبعا لفروق المستويات يعني بيتمشي الاستعالة باللعيب بالذات في المسابقات الجاري الهيب بتوعهم بيبقوا اعلى من مستوانه مش الاعداد اه فبالتالي مش هيقضي مش يستعين بيه ممكن يستعين بيلاعب اخر من جمايكا مثلا من امريكا وبرضو وبالذات علعب قوا مش من نوع اللي هو عشان يحترف او يلعب فناني تاني يقضي طول الدوري معه هو يكفي ان هو يروح قبل الماتش او قبل الكمباتيشن بتاعته بثلاثة اربعة ايام بيلعب وبعدها بيقول بيغادر يبقى لازم يكي مستوى قيس اللي لازم جاي من بلد ومستوى قيس مش هيعدوه انت اصدك تقول انهم مش هيعدوه بالظبط يعني العباء الذات او زوي لمستويات العالية دول بيدعبوا اللقاءات برا والسبونسر بيمثلوهم عنصر معاصر الدخل يعني مثلا بيروح يلعب الماتش دوان او البطولة دهية او اللقاء دوان مقابل مادي اللي بيسوقوه هنا السبونسر يعني اللي هو يعني شركة راعية او شركة راعية ليه بالظبط بالظبط انه عشان يحترف اصليه بطولات العباء قابل يعني حتى عندنا في مصر بتقام على مداره مثلا ثلاث ايه مش بيبقى سيزون يعني يعني بي معروف ان مثلا يوم عشرين اثنين في الحتة فلنية البطولة فبيدعبوا بعد كده خلص بقافري ممكن يروح حتة تانية و هكذا طب هل ما يقدرش يطلع اللعب جسين صغير طيب احنا نقول ده لبنسبة لعبة الاحترافية المحترفة العلعب الكو طب لعب عنده 16 سنة 17 سنة وهو عنده طفرة بجسمنية ما شاء الله كويسة عنده امكانيات عنده شخصية ما بيحصلش انه يقدر يطلع اوروبا انا ليه بقول كده ممكن ده يبقى باك دور لينا او باب خلفي ان احنا نتعدى كويس هو في الحالة دي بيبقى نظام المنح الدراسية ايو مثلا بتبدأ من بعد السماء العامة بتيب من المنح الدراسية بتيب في الجماعات الاوروبية ودي حصلت مرة او مرتين مش اكتر من كده بيبقى نظام منحة وتلات ربعهم بيبقوا من في الكليات اللي هي مثلا الالمانية او الامريكية في مصر او الانجليزية طب امريكا ده بالعكس جماعات امريكا بتكتازب العناصر الجيدة في العب الكو ليه ما هو عشان امريكا امريكا بالذات بيبقى بيخضع البرسيديوار كتيرة سواء كان اختبارات الجنسية اختبارات اللغة اختبارات الديانة فده بتعطالهم بياخدوا حتى بس على فكرة مش شرط بردو الدراسة بياخدوا ممكن ناس متوسطة في الدراسة مقابل ان هي يعني اصدى اقولك انا بفتح معاك مواضيع يعني بفتح معاك طرق ممكن لعبتنا من خلالها توصل انا شايف ان لو اللعب اهتم بس باللغة بتاعته يعني هو عنده انا يمكن حد ناشئ اللعب كواسام يعني اهتم باللغة بتاعته طورها ورأس الاحد الجماعات الامريكية لا احنا عندنا كفاءات تدعى تلعب هنا وتلعب من صغرها فده يبقى فرصة ان نتعدل جامعيته اربعة خمس سين في الوقت اللي هو فهنا محتاج بقى الطفرة اللي تحصلوا فيها فده اللي اللقم هي موجودة موجودة بس اذن وقت حضرتك بالنسبة اقل لان احنا مسابقات الجاري فيها بالنسبة للدول الاوروبية يعني مستوى اقل منهم فعشان كده فرغامي ممكن وفي الواس بممكن يعني انا اتذكر في لعب جات له منحة وحدين هو الغدات في امريكا بس هو كلامك نادي مدية ناصر من ثلاث سنوات بس هو الغداتي طبعا ما نزلش مصر تاني ما نزلش عنه اخبار مثلا ان هو تقدم مستوى تقدم حاجة زي كده لا هو يعني الى حد ما لأ متابعينه يعني مستوى تقدم طبعا انما طبعا مسبقاتنا هنا يعني برضو ان عدم انتظام الموعيد بدقة فتختلف معهم هناك يعني احنا نهاردة عشان اعمل بطولة مثلا مثلا يوم عشرين واجي اقول لا ده اعملهم اربعة عشرين عشرين ملعب مش فاضي ده بتعملهم مشكلة هراد ومقدرش يشارك طبعا هو هناك يعني مثلا اللعب يشارك مثلا مع دور الجماعات هل بيبقى الموسم بيبقى كله ولا يعني مثلا الدراسة هناك تسعة شهور او عشرة شهور بيلاعشر شهور في الباسكت مثلا اللعب ازال باسكت في امريكا بيلعبهم هل ألعب القوة كده بيبقى على مدار السنة او مدار التسعة شهور او عشرة شهور بيلعب ولا بيبقى مثلا نشاط شهرين تلاتة وخلاص لا هو عندهم يعني مشبه جدول يعني عشته من احد الزومة ده عندي في الجهاز ان هو كان مدرب في امريكا اسمه الحفن عبد المصود بيبقوا الجماعات بيطلع بعض دوري جميع دوري جميع بالضبط دوري جميع فهو مستمر هناك وطبعا فتل الدراسة بقيتهم في درجات بياخدوها على حضور المتشاط والتدريبات صحيح فبالتالي لما ينزل مصر بس ممكن الشهر اولتين يبقى فيهم مصر يعني ما يبقاش فيهم بطولة هنا فبينزل يشوف اهلهم طب احدا كنتين في الجاري بيبقى اللعبية جمايكيين اللعبية يعني بالنسبة للالعاب الاخرى او المنافسات الاخرى زي الرمح احنا الحمدالله عندنا يعني الجسماننا نقدر جمي جل نفس الكلام عندنا الواسب السلاسي الواسب العالي ده ينسب نمطنا الجسمان كنيا بنسبه مسافات الطويلة عشان الاكسوجين اللي عندهم قليل طيب مفيش مجموعة من النشطات دي تنقدر تروح مثلا جامعة زي امريكا تروح في اوروبا بالذات ان احنا متفوق في ده يعني نفسي شوف خمس ست العيبة هناك يعني ان شاء الله الاتحاد يتبنى الفكرة دي هو طبعا عشان اللعبة فردية الاتحاد طبعا مش بنضم الفريق هو بتبقى متروكة لللاعب نفسه ان هو بيكتهد بيتواصل بيشوف الجماعات اللي تناسب دراسته او بالتالي بالتالي الاميالات وحاجات زي كده فكالتحاد او كاناني مقدرش واجه اللعب اقول له في منحة مثلا يعني في اي دولة اوروبية عايزك تروح فيها ممكن ممكن الاهل ما وفقوش ممكن امكانيات المادية ما توفقش بالضبط بالضبط فمش هيقدر يدفع حتى نص مصارفة بتبغالية جدا بالضبط ده طبعا معاوكم المعاوخات اللي بتأثر على اللعب او بتمنعه ان هو يروح يعني فيه خامات طيبة انما يعني نقول مسلا ممكن مرتبط فكرة انه يسافر يقعد سنة برة الاهل بيرفضوه لو بنت طبعا مشكلة كبيرة طبعا موضوع مقفول تماما يعني الا الا يعني مرحمة رب ان اكاد يكون واحد في المية وممكن يكون مش موجود فهنا هي دي الحقيقية انه بتتمسل عقد كبير فيه ألعاب اخرى لما بدأت مولادها يطلعوا برة ودول ده مش ألعاب في مصر ودول تانية في أفريقيا لما بدأوا يروحوا يحتكوا في الدوريات الجامدة وبقال لهم كيانه وبقال لهم وضع يعني لما لقوا سيستم ولقوا نظام ولقوا حاجات رجعوا لهم رجعوا لبلدهم رفعوا اسموا بلدهم فيمكن مفتح مقاك المواضيع دي لها عشان السادس مشاهدين يشوفوا ألعاب القوى لعبة فيها يعني عندنا كفاءات بس بتوعاني بس خلينا نرجع لنادي الاهلي نرجع بقى طبعا رئيس الجهاز ندقى النادي الاهلي وكلمنا عن نشطات اللي فاتت من أول موسم ابتدأ اشتركت في ايه لعبنا ايه وفضلنا ايه كده احنا احنا في الفترة الحالية يعتبر خلصنا من جميع لقاءات الدرع العام او الدوري زي ما يقول والحمد لله الحمد لله في جميع مرحلة سينية من اول الاثناشر لغاية الدرع الاولى البنين وبنات ورجال والسيدات الحمد لله اوائل وحاليا بنستعد الكاس مصر اللي مفروض هيبدأ اول مرحلة سينية كان مفروض نبدأ تحت 14 سنة ودي تأجلت ممكن يعني ممكن يبتدي على كام كده الترامة تأجلت تأجلت في شهر 12 لا تأجلت عشان اتخابات التحادات ليس خادصة من حوالي اسبوع واشرة هيتبتدي النشاطات كأس مصر لتحت 14 سنة في شهر 12 لا بس هنا الكلام بقى هنبتدي 16 سنة ان شاء الله من اسبوع قادم ايه يعني لتأجل بس 14 انما كله في معادن لزروف المدعب وزروف الواد لسه خليل مدارس وابطولة المدارس المتعارضة اليوم اللي تحدد في الجدول فهنبدأ بس 16 سنة الاسبوع قادم ان شاء الله ويمكن انتكار تكون قبل انتخابات النادي الاهلي بيوم هتبقى يوم 24 هتبقى في مكهز اولومبيبي لانه احسن مدمر ليه بالضبط ما كان واحد الجاهز في مصر بس بتعمل مدمر في العاصمة الإدارية ما لسه كنت هول ومحتاج بقى محتاج سياناته ومحتاج واقفة شوية انت رحت شوفته للأسف سمعت عنه بس هو خرص طيب؟ لا بيجاري عمل فيه لانه مدمر قوة تخطيطه ومسافاته حاجة أولومبية جميل جميل كلنا مستنين هذا اليوم عشان نروحنا يعني المواصلات منه وإليه هتبقى سهلة خلي بالك يعني انت عندك شبكة مواصلات دلوقتي او شبكة طرق حاجة فقط لا كلنا شايفين طبعا لازه اقول لك المترو هتنزل هتنزل تقلب تاخد الكتر السريع اللي هو بدايته هتبقى من عند محطة عدلي منصور وبعد كده هتروح به لغات العاصمة الإدارية يعني انت من المترو في اي حتة في القاهرة بيتربط الشبكات مع بعض انت ممكن خلال ساعة تكون في المركز اللومبي اللي هيكون في العاصمة الإدارية احنا ان شاء الله منتظرين هزيجون عشان نروح نفتح المكار انا منتظر طبعا لك والله هم متشوق لان الحقيقة كان نفسي بحلة من يبقى عندنا قرية أولومبية زي دي بزبط بزبط طيب هنخلص كاس مصر عليك امتى تقريبا كبير تلاتة عشرية اتناشر ان شاء الله ده اخر منافسات رجال وسيدات رجال وسيدات في شهر اتناشر اخر اتناشر منتظر ان شاء الله ان احنا اول برضو ان شاء الله احنا خلاص طيب قولك انت بنفسك فرقة واحدة او نادي واحد او كل سن او كل مرحلة سنية او كل نشاط بيبقى فيه عندها بتنفسك بس مش هم نفسي عندها في كل النشاط دي حقيقة طبعا لا في كل مرحلة سنية بينفسني نادي غير النادي بينفسني في العموم واحيانا بينفس في τους نايبين مختلف على بينفسة في الابنين طب من نقول اكبر المنافسين اكبر المنافسين نادي السحر بل هل نستطيع住 كله شاركو فيه. الزمالك بينافس عندك؟ الزمالك طلع الجيش بمؤسسات العسكرية وحيانا برضو أندية إسكندرية الأولومبي وسبورتيك. بتلاقي فيهم بعض اللعبين وبعض المنافسات بس مش كل الفرق بيكون ثابتة يعني مش كل يعني مش 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 تلاقي نادي طلاق الجيش بيبقى دايماً ثابت هو اللي بينافس مش تلاقي دايماً نادي الأولومبي هو اللي بيثابت بينافس بتلاقي الأندية دي كل مراحل سنية مختلفة على حسب النادي ده؟ لي دي حقيقة دي حقيقة يعني وهنا بقى صعوبة بتاعتنا يعني 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 احنا مش نادي واحد اللي بندرسه وبالنفس معه يعني طبعاً في كل مراحل سنية واحد غير التاني يعني أحياناً Targeted يعني أحياناً في البنات بنافس نادي في البنين في نفس مراحل سنية 그만فس نادي أخر و بعدين والنادي دا مش 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 بكمل صفوفو و1 بكمل صفوف يعني أحياناً في نادي ثالث مشترك بيخش ياخد مني ما مراكز مركزوا منه. فعلا. اه يعني مش مني ليه ماتش. لا احيانا انا في حد تالت. بالضبط في نادي تالت ممكن ياخش ياخد مني مداليتين ثلاثة لحساب يتحزبه ما يجوليش فالنادي التاني يكسبني هو العكس. والنادي ده ممكن برضه في نادي اخر ياخد منه. خليلي اعرف من حددك اهم المراحل السنية واهم الالعاب اللي تلاقي فيها في نفسه ولكن اسمأ اجاب حددك بعد الفاصل. عزيزي مشاهدين نطلع للفاصل الساعة. نجعل نكمل كلامنا عن علاقة القوة من رئيش الجهاز كابت ناسر داود ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضركم جديد. يعني الاهل الحمد لله يعني مستمر على التفوق. 33-28 النتيجة ويبقى اقل من ثلاث دقائق على نهاية الفترة التانية. لدي الاهل ماشي كويس. يمكن في بعض الاخطاء التحكمية. ولكن يعني النادي الاهل بالرغم من ذلك متفوق بفرق خمس نقاط. نتمنى التفوق يستمر حتى النهاية. إن شاء الله كابت ناسر. كنا بكلم قبل الفاصل عن المنافسين. لانه انت اذا قلت حداك انت مش متنافس نادي واحد. انت متنافس مجموعة من الاندي. يعني ديني مثلا. مثلا ناخد نشيئات. مين اكتر المنافسين لك في المراحل السنين المختلفة. يعني قدر نقول في 16 سنة مثلا ممكن يكون بينفسني الأولومبي. من اسكندرية. الزمالك من القاهرة. من قارجيزة يعني. وممكن يخش معهم نادي مثلا زي شمس او نادي مدينة مصر. بيبقى يركز على منافسات معينة على سبق معينة على حاجة معينة بيخش. عايز يكسب. بزرور. بزرور. انت مطالب منك انت يعني تقف قصد كل ده. اه. 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 تبقى صعبة. هي صعبة جدا. لان هي حساباتنا ما تنتهيش. يعني نهاردة. احنا بنفس يعني 8 من نفسين. ولو جينا نداية الإطار شوية. حيبقوا ثلاثة اربعة من نفسهم في نفس التوقيت. يعني مش بنفس يعني في اللاعب في فينتم ما. مش بنفس اللاعب اللي هو كنادي بنفسني في حد تاني في نفس التوقيت. في نفس التوقيت. يعني انا نهاردة اوكي انا بنفس نادي الغابة. اه. ومركز معاه. في نفس الوقت لازم يكون مركز مع اي نادي اخر. اللي ممكن لو انا مركز مع ده. التاني يكسب نحن الاثنين. في نفس التوقيت. لان هي مسابقة بتبقى تمن العيبة في النهائيات. بيطلعوا فوقت واحد. ده في مسابقة الجاري. المساوقات الرامي او الوزب تختلف طبعا. لان بيكون واحد بيخش يخط دوره. وبرضو المؤهلين للنهاء دامي بيبقوا تمانية. دائما النهائي في ثمان لعبين. او ثمان لعبات. نعم. المفروض الناس التفاوق على كل دول في كل مسابقة. لان نحن عندنا لعب القوة المسابقات اتنين وعشرين. بنت بتلاعب على مدارة ثلاث يم. بنيين وثلاثة او اتنين وعشرين بنيتي. يعني اربعة وربعين مسابقة بتلاعبه على مدارة ثلاث يم. يا خبير ربيد. ده رقم كبير وقت. كل ده في دماغك. ونتعرف مين لا هي لعب ومين لا هي كريز كهاز. مداربين اي نعم بس انت كل ده لازم يكون في دماغك. اكيد. اه طبعا. اربعة وربعين. اربعة وربعين. اربعة وربعين. اربعة وربعين. اربعة وربعين. اربعة وربعين. اربعة. يفيد. في مرحل تصفيات. قبل نهاية ونهاية. اه. هنا بنقول ان الحسابات. حانا بتختلف بس بحاجات بسيطة. يعني حساباتنا الحمد لله تختلف بحاجات بسيطة. تب قولي يا كابتن. حضرتك مثلا كرئيس جهاز. عايز تراقب المنظومة اللي عندك. اه. بتاعك ازاي. يعني انت عامل الهيكل عندك ازاي. الحيكل عشان نراغب العملية التدريبية الاول بتبقى اشيء طبيعي مجرد دخول الملعب المدربين بقشغالين قدامي لان كله شغال فوقت واحد هنا بقى منزوط الاوقاب يعني هنا الجمال والتشريق بتاعها ان انت ما بتروح الوقت تمرينك جلة بيلعب الرمح بيلعب الميت متر بيلعب طبع مت متر بيلعب كل ده بيلعب فوقت واحد اه اه وانت مطالب منك انت كرئيس جهاز احد مرائب كل المنظومات يا حقيقة بس اهو الحصن حظنا احنا في الفترة التدريبية الرمي في حت راحته عشان يبقى برضو التركيز العالي معه في نفس التوقيت لان الرمح والقرس لازم يتلاوه والمطرق لازم يتلاوه في مكان بعيد عن الجاري والحواجز والوسب انما نقدر نقول اول ما خش المدمره ده الـ 80 في 100 من المسابقات اللي هي الجاري والوسب والحواجز والوسب بنوعه سواء كان العالي او القفز بالزانة فالمدربين بيقوا شغالين مع اولادهم التمنح الدي بيبقى اوتوماتيك فيه هارموني كده بين المدربين مثلا الاسبرينت قوي الاسبرينتر اللي بيجري بقوة مندفاع ده مثلا بيبقى نسابين لهم حارتين حار واحد واثنين مثلا في التركيز الاقل سرعة شوية والابطأ بيقوا سنة واربعة وهو هكاسب الحواجز مثلا بيقوا هكاسب انما في نفس التوقيت بيقوا شغالين مع بعض يعني لها الحواجز بيطلع وفي نفس الوقت لها بالمئة متر بيطلع والقعب الوسب بيطلع في اللارموي بتاعه طب خلينا بس هقطع كابتن هو طبعا انتهت الفترة التانية من المبارات الاهلي والاتحاد في كرة السلة وبالتعادل تاتة وتاتين تاتة وتاتين ويبدو ان المباراة ستشهد يعني ندية ومنافسة حتى الناحية يمكن كان نفس السيناريو حصل في البطولة العربية وكسدنا الحمدلله بعد اكسراتايم ان شاء الله نتمنى النهاردة فوز النادي الاهلي ويوفق مستر اغوستي في ادارته الفانية مع الفريق ان شاء الله كل التوفيق لفريق كرة السلة لا اسف يا كابتل اطالع هاها لا دا كرئتنا عاربين اطالع هاها ان شاء الله مهم انت بيها حاجة اه ها كنت بتقول ان كله بيتمرى مع بعضو حتى مثل الحرقات بتقسمه ها حتى اللي بيلعبه عن نجيلة بقى برضو نفس الكلام بقسم الملعب بزلط التامية بتبقى وقتها هادية يا كابتل اه من ساعتين دي ثلاثة كل يوم اه كل يوم من ساعتين دي ثلاثة طب حلو هاككلمتين عن التامية طيب مرأبة لانين طبعا بتنفسه الوقت كل واحد يتحدى شكل من أشكال الطبيعة واحد يتحدى نفسه واحد يتحدى الارتفاع مواضيع بتبقى صعبة جدا بس داك رئيس جهاز داك حاطي المدير فنين للرجال والسيدات ولا دا غلطان التنظيم التنظيمي لا احنا عندنا قطاع قطاع البنين قطاع بنات المدرب احيانا ممكن المدرب معها بني وبنات بس احنا حاليا في الفترة الأخيرة بقناها أربع سنين الحمد للله في مدربين مخصوصين للبنات مدربين مخصوصين للبنين والرجال انما للأسف لا معدناش مدريب فنين بعتبر انا رئيس جهاز مدير فنين بحيث انا بشرف على جميع مدرب في مدربين مع كل سبق مع كل مرحلة سلية بالضبط بالضبط بترأب أرقامهم ازا كتا هل المدرب بيرفع الأرقام لك عشان تحدد وتاخد قرار من اللي يلعب من ملعبش من ينزل السبق دا ما ينزلش هو بنسبة مية في مية انا بقى موجود أساسا نقول معنا في أثناء القياسات فأنا أقول لي بقى عارف الزمن بتحقق ايه والمين وكام بعد كده أطور بقى الحد يرفع لك انت سابعينك بالضبط ودي دي أهم حاجة الحاجة التانية والأهم ان الكلام دا كله بيدون يعني لما بنيجي يعني أنا بشوف بعيني ساعة الحدث أثناء تدريب أثناء الاختبارات اللي حين نعملها بقى عارف مثلا محمد أحسن من حسن حسن أحسن مسائل أوها كاس دا بيتحسن دا عد سبيل بالضبط بالضبط والله حصل بقى ان الراجل التالت دا بقى عمل أحسن من الأول على طول باخد خبر بي ان دا فلان عمل رقم أحسن من فلان فدائما الحاجات دي أبضيت دي يعني كل يوم بقى عارف ايه اللي حصل بالاضافة بقى لما نيجي لو البطولة مثلا بعدت شوية بنيجي قبل البطولة بسبوعين ثلاثة بنرجع بقى للتسجيلات بتاعتي اه يعني بالضبط لقى انت بتشوف بقى انت نرجع لتسجيلات بتاعتي بس أنا بس أنا في مرورا هنا يعني بواقع الخبرة والعملية جوه الملعب أنا تقول لهم هناك فأنا عارف مين أحسن من مين نعم اللهم إلا بقى لو الراجل بتاعنا رقم واحد دا حصل عنده أي زرف ما أبص لو أبتدي أبص على الثاني بقى بعيد عنه القرائف الرقم بحيث لو بعيد لأ طب إحنا عايزين لفترة اللي جايد نلحق بالضبط بالضبط إنما اللهم ماشية طبيعية بيبوا نعرف واحد واثنين وثلاثة مين يعني باستمرار ما فيش مجال هنا للتخمين طب ما نجرب اثنين لا لا فيش كلام من دا خالص طب كابتن يعني فيه لعيبة فأندية تانية يعني بتتمنى نضمه لك يعني برضو يعني في الألعاب القوة هل فيه موسيب انتقلات هل فيه شراء لعيبة يعني كلمنا عن العالم بتاعلى بألعاب القوة ده زي يزي كل اللعب قا فيه موسيب انتقلات وفيه شراء لعيبة وفيه عندية موازف فيه لعبين موازين في عندية أخرى موسيب انتقلات دايما بيبقى آخر السنة بيبقى فيه 11 و 12 طب موسيب انتقلات ده نتيجة هل فيه أقود بين اللاعب والنادي ولا بيبقى مقرد إنه مسجل باستماره اللي هو مقرد مسجل باستماره إنما الاتحاد حط اللاحة جديدة في برضو الأربع سنوات الماضية اللاعب اللي هو ذو مستوى عالي اللي هو مسجل مصر على مستوى المنتخب لازم يتعمل له عاقد في النادي بتاعه ولما تعملوش عاقد يبقى حر يروح في أي نادي آخر يعني بيدي فرصة النادي بتاعه يتعاقد معه بالزبط متعاقدش معه خلال فترة اللاعب بيبقى حر ده بس في حالة واحدة لو اللاعب ده اللاعب ممتخب مصر لعب دولي بس المصر فطب ما ده حاجة كويسة ممكن يكون حافز للعيبة بالزبط بس احنا طبعا احنا عشان عندنا زي ما قلت الحضارك احنا اكبر ده من اللاعب اللاعب بيبقى اللي هم الأبطال والموازية على مستوى مصر يعني كاد يكون زي ما قلت الحضارك ما يقولوش عام 22240 في جميع المراحل السنية الأندي الأخرى بيبقى عندهم عدد دخل عشان كده أحيانا بيبقى ايه قدر يامل عقد لعينة وثلاثة انما انت عندك الأبطال كتير بالزبط وعقدك أكتر والنادي الأهلي طبعاً أكيد بيرع المجموعة دي بققود فمتلاقي أن البجت عندك بقت أكبر في الوقت اللي ممكن أن ديها تانية بتعتمد على اللعبة أو اثنين دي حقيقة إنما على فكرة يعني إن شاء الله المنظومة عندنا إن شاء الله في تطوير في السنين الجاية يعني كمان شهرين أكمان شهر راسي لا التطوير إن شاء الله يعني بقى لنا مقدة بندرس تحويل اللي بدأت أن تنتهي لققود على أساس برضو تمنزمة لللعبة أو اللعبة بحيث يعني حتى بالضبط بس دي تمنزمة يعني محتاجة نوع من الأنواع الدراسة المادية المالية كويس جداً بحيث لما إن شاء الله يعني توقعاتي يعني في خلال السنة الجاية دي الموضوع ده هيضاير بإذن الله يعني تشعر أسعدي جداً على الفقر هي إن شاء الله ريحنا نفسياً لأنها نهاردة يعني أول الجمهورية الوضع تحت 16 سنة اللي هو موغوب اللي حمنات كماني دوان ما هو ممكن يبقى لعب دولي بعد الترسي وأنا ما قدرش نمسكه صحيح يعني عشان كده دائما بالموضوع ده في دماغنا بس هما طبعاً المجموعة الحالية اللي معنا هما طبعاً هما حياتهم وعشكوهم كلهم جوا النادي الأهلي فيعني لا هو راضي بالوضع بتاعه ومبسوط به وبحق النتائجه حتى لو ما كانت فيه عقد بينه بالضبط هو قابل وضع وقاعد بالضبط ومستمتع أنه بلعب يا حقيقة لأن كمان اللي عايز أقول أن بعض اللي عمين عندي اللي عندها عقود يكلموني بسفة شخصية أنه عايزين نيجي ياريت نيجي النادي نحا أبقلوهم يا جماعة أنتو عندوك عقد اللي احنا عايزين عايزين اللي حتطبع علينا عايزين اللي وايح تطبع علينا مش عايزين عندي فده موجود فعلاً انت قلت لي فيه لعبة ميزة أو فيه لعبة ميزة في عندي أخر ونفسهم يجوا عندنا بس طبعاً ده برضو بندرسه وإحتياج للهو فعلاً محتاج للهو بسضبطوه القواني ولا حتى كم واحد وزايفينه وكام يعني ده كله بندرسه ونقيمه هل نستعني نخش في هذه المنافسة أو لا طيب إحنا يعني معنا على الهاتف الكابتن هاب عبد الرحمن لعب وانتخب مصر هو النادي الأهلي هلن بك يا هاب هلن بحية الكابتن منورنا ومنور قلات النادي الأهلي ربنا يخلح أي ده شرف لياً مع حضرتك ومع كابتن نياس الطرح حبيبي يعني طمنا عليك وأخبارك إيه وهل يعني مركز في التمرين هل عندك اشتراكات جاية جديدة هل محلياً برضو اشتراكت بكل البطولات اللي فاتت يعني كلمني الفترة اللي فاتت اللي جاية عندك إيه والله الحمد لله احنا الفترة دي الحمد لله يعتبر معناش أي حاجة غير تبريد إن شاء الله بطراتيك ومرايح تبقى يوم بإذن الله بإذن الله من بعدها يبقى الموسم جديد عندنا ببدأ شهر خمسة بعدها على طب بإذن الله إن شاء الله نحن دلوقتي مركزين نحن نتمرن إعداد الفترة الجاية إن شاء الله كلها طب يا هاب أنت متمرن في مركز اللي أمبي صحيح؟ أنا في استاد القاهرة استاد القاهرة والمركز تبقى لأ في استاد القاهرة تبقى يا هاب يعني قيم لتجربتك في مشاكاتك في اللومبياد يعني أنت كان طبعا يعني عندك طموحات ولسه ما زال عندك طموحات يمكن أنت من اللعبة اللي كورونا ظلمتها بشكل كبير يعني تعاهلك في فوقت متأخر بدون إعداد جيد قيم من التجربة في اللومبياد هل هي مفيدة لك استفدت ولا لا والله حقيقة هي التجربة كانت مفيدة جدا ليه أنت عرف حقيقة كانت بعد أربع سنين وكانش في تمرين وكانش في معتشوات وبطوات فكان الرهان أن نرجع وأن نرجع عمل في تجاري كانت بالي حاجة صعبة جدا بس الحمد لله ربنا كرمني وقدرت أن أنا أرجع وده يعني فضل ربنا وفضل طبعا كل الوافو كان في هذه الجهاز للتحاد أنا بصراحة الواحدة لم أكنت شعر أرجع يعني لو مش هم كانوا بصراحة كابتن ياسر كان دائما معي في الصغار قبل كبيرة بصراحة فأنا أحب أشكر كابتن ياسر وأشكر لنادي الأهلي وطبعا أعضاء أشكر كلهم بصراحة أشكر كلهم عشان هما كانوا شركة في أن أنا أقدر أن أنا روح للأمبياد ناس كتير استغربت أن أنا موجود في الأمبياد ناس ما أقول لهم جماعة دائما مش أنا الوحدي لأ هما في دافع كان محطوط قدامي خلاني أن أنا أوصل لدها فأنا أشكر هم كلهم يا رب أكون عنده حسن ظنهم في اللي جاي بإذن الله إن شاء الله ياهاب وإنت عند حسن ظننا على طول ودايما مشرفنا في كل مكان وخلينا أسألك يعني أكيد في بطولات كورونا بدأ الموضوع يعني يقل شوية وبدأ يبقى فيه التطعيم ودول كتيرة فتحت المنافسات هل بتخطط المشاركة في أحد البطولات الدولية عندك بطولة عالم عندك بطولة أفراقية يعني يكلمني عن المشتوى الدولي عندك والله هو السنة الجاي إن شاء الله السنة السنة كانت صعبة جدا في بطولات دائما كل الدول الأفلة السنة الجاي بإذن الله إن شاء الله موضوع مختلف عندنا أفراقية عندنا بطولة عالم عندنا بطولة كاس عالم في ملتقيات إن شاء الله في أربا بإذن الله كل ده بإذن الله إن شاء الله في خطة إن شاء الله إن أنا أشترك يوم من ده شهر أربع إن شاء الله دائيل كل ده يعني عشان ربنا يكريم بطولة العالم في يوجي إن شاء الله شهر السبع النعمة مديلية فيها بإذن الله وخلي بالك ياهاب أنت هتغمض وتفتح عينك 20-20 هتيجي ويبقى خلاص كل بيستعدي الأولمبياد بريس حضرتك احنا كلنا بنستعدي الأولمبياد بريس من البارح من النهاردة سنتين ونص تقدر تتمرن تقدر تقول أنا خلاص اتعلمت من الأخطاء اللي كانت في 21-20 في الأولمبياد اللي أنا وقعت فيه دلوقتي احنا بنتعلم منه عشان ما نعملوش تاني طب أقول ياهاب يعني يمكن احنا شايفين طفرة يعني بش هنقول أسامي طبعا بش هنقول طفرة في مجال الرعاة يعني بش هنجيب طبعا أسامي حد ولكن بدأ الموضوع يعني يبقى فيه باركة أمله وبدأ فيه بعض الشركات الكبرى وبعض المؤسسات الجميلة اللي بتسعى لتوفير يعني راعي للعبين الأولمبيين زيك شايف ده فيه طفرة السنة اللي فاتت ولا لسه محتاجين أكتر لا لا والله فيه طفرة طفرة كبيرة جدا دلوقتي كل أغلبية العائبين اللاعبين الفردين كلهم أغلبيتهم دلوقتي أعطهم شركة رعاية وهي شركة واحدة طبعا بصراحة يعني موفرين حاجات كثيرة احنا كنا مش موهودة قبل كذا ما كناش نعرفها فدلوقتي بقى اللاعب دلوقتي بحيث نوعه بيرعب في منظومة كابلة رعاية نهاية بتاعه الاتحاد كل ده اللي عام ما بيلاقيه كل الناس صبرت وبرده فيه حاجة أنا فيه حاجة فعلا أنا لازم أشكر مجلس إدارة النادي الأهل عليها احنا دلوقتي بقى فيه تواصل بالمجلس إدارة النادي الأهل وفيه تشجيع كابس المحمود الخطيب والعضاء كلهم فيه تشجيع لللاعبين كلهم شرعب القبس لللاعبين كلهم فبقى فيه دافع عند اللعيبة كلهم إنه احنا لازم نبقى كويس دي حاجة بالنسبة لي كان يتدافع كبير جدا بصراحة يعني إن أنا بقى فيه دي صبرت جامد كده فده كان دايما بيخاله واحد دايما لا فيه مسؤولة لازم دوبة كويسة فأنا بشكرهم كلهم والله بشكر يعتبر فريق كامل إنه هما بينجحوا الرياضة في مصر فأنا مشكرهم وانت يا الله اللي جايب بحث إن شاء الله طيب أولي أهاب يعني أي لعب كبير بيتمنى أن التجربة عند العالمية وتجربته في اللومبياد لا تتوقف عنه يتمنى يشوف حد غيره يعني يمثل مصر على نفس القوة وعلى نفس الأداء ومش هيزع الأبدا لو يتفوق عليه لأنه في الحقوق وللآخر احنا بنشرب بلدنا انت شاف حد من اللعيبة فيه لعيبة كتير كويسين جدا بقى فيه قاعدة كبيرة جدا تلعب القوة نادي لأني بقى فيه قاعدة كبيرة فقى فيه أكاديميات دلوقتي بقى فيه لعيبة كتيرة جدا أسامي أنا مش حظم حد لشان فيه لعيبة كتير يعني كتير مصطفى فيه لعيبة لعيبة ما شاء الله كلهم لعيبة جمدة جدا هي بس الفكرة كلها إن محتاجين شوية إن احنا نغير تقريب التفكير شوية لواء الاحتراف غير الهواء إن انت تحترف اللعبة إن انت خلاص عايش للعبة غير الهواء محتاج تمرين محتاج شغل بس أنا بشوف دلوقتي يعني مثلا عن تجربة أنا مدربي مدربي هو كابتل محمد نجيب هو مدرب النادي لأهلي فأنا بشوف بالنسبة المكاني الموجود فيه الكوادر كمدربين الموجودة لا كلها كوادر عالمية أنا عن حكا كابتل محمد نجيب كابتل خالد شاوي كابتل ناسر فاتحي كابتل ناسر دهوت بصراحة من نقل الكوادر التوصل لنتائج لنتائج عالية جدا بدليل بقى تسمعه إن شاء الله أغلبية المؤهلين من اللي بروحه وتعالى من اللجيات كلهم نادئات صحيح المحظة صحيح أنا بقول لحيك فإحنا عندنا الحمد لله يا رب نادئة اللي جاب أحسن الكوادر موجودة في مصر كابتل ناسر مختار الكوادر بعناية وبطقة أنا بشوف إن شاء الله فيه طفارات جاية كتير كتا وده ناتج عن شغل مش ناتج عن طفرة طفرة كده خلينا خلينا أتكلم في نشاطك في لعبتك تماما الرمح يعني خلينا أتكلم أنت شايف حد طالع يعني شباب حد 18 سنة 19 سنة 17 سنة طبعا شايف يعني يعني فيه حد فيه مجموعة بروميسينج أنت شايفهم ممكن يبقوا زيك في يوم الأيام إن شاء الله يعني فيه فيه مصطفى الشريف وماجد ما شاء الله دول حاجة قويسة جدا حاجة مشرفة جدا يعني أرقامهم بالنسبة لسنهم حاجة مشرفة جدا ما شاء الله يعني نتمنى إن شاء الله الموضوع ده يعني يبقى فيه يعني زي ما بيقوله استنساخ يعني طبعا مش استنساخ على مستوى الشخص ولكن استنساخ على مستوى النشاط وعلى مستوى النتاج والنجاحات طب إيهاب كلمني عن يعني أنت كان عندك بعض الصعوبات في موضوع التحاليل الدوبينشيك أو تحاليل المنصطات قبل كده أو فيه يلديك تجربة يعني اتعرضت فيها للظلم يعني بصراحة ولكن شايف الفترة جاء أنت أكتر تركيزا في هذا الموضوع واخد بالك أكتر حسن التجربة دي فديتك طبعا 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 دلوقتي بقى فيه كل حاجة بيحتاب دلوقتي ما فيه حاجة بتتاخد مش معروفة مصدر ايه او معنى صح خلاص احنا بقينا بقى فيه فريق بيعرفك فريق طبي يا جماعة دي ما تتخيش دي ما ينفعش دي ما ينفعش بصراحة برضو بقينا أي حاجة قبل ما تاخدها بنرجع للدادة المصري وهم بصراحة بيساعدوا جدا 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 النقطة دي بزداد فبقت الدنيا بقت أسهل بكتير من الأول بقى فيه تواصل على طول 24 وخليلي برضو أقولك أنت أكيد تعرضت أو يعني خضعت التحليل بعد اللومبيات وقبلها يعني أكيد خضعت كم تحليل بعد اللومبيات وقبلها أنا حللت ثلاثة قبل اللومبيات وبعد التحليل وبعد اللومبيات حللت هناك واحد واحد يعني طريق الأربعة الحمد لله يعني لما المسالبيين دي برضو إشارة أن الحمد لله أنت واخد بالك من نفسك ونتمنى ده التوفير لأن نخلي بالك ما فيش هزار يعني القرار بيطلع وراء نتيجة ظهور النتيجة يعني العينة نتيجتها بتظهر القرار وراءها لطول وبتبقى وبتقعد بقى أنت اللي بتجري وراء الموضوع ده بتحاول تستأنف وتحاول تقول يا جماعة لا أنا مظلوم لا 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 فبتبقى الموضوع صعب فهي الله يكون في عون كل موضوع يعني سيف على رأي بيك كل موضوع ده الحقيقة بالضبط بالضبط هو دلوقتي دلوقتي بقى فيه مرونة وتعامل مع النادي المصري بقى هو الباب مفتوح دينا كلنا احنا كان فيه شوية مفاهم غلط عندنا دلوقتي لا خلاص احنا اي حاجة بنرجع لهم فيها فبقت نسبة الغلط تعتبر زيو صحيح 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 فبقت فبقت الموضوع بالنسبة لك أسهل دلوقتي بقى أسهل انت عارف ايه اللي بتاخده ايه اللي بيتحط فانت عارف انت استحال يحصل حاجة عشان انت ماشي على المعايير بالضبط صحيح ايهب عبد الرحمن نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر في رامي الرمح وبطننا العلمبي مشكورك شكرا جزيلا انا عزي مشانيخ نطلع لفاصل نجعل كم كلامنا معضفنا كابت ناسر داود ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد كابت ناسر يمكن في الفاصل سألت حدك سؤال كده يعني قلت لك هو سن ايهاب قد ايهاب عبد الرحمن نجمنا اللي كان على الهاتف من شوية قلت لك اتنو دا 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 قلت لك هو كبر قلت لك دا الرمح ممكن يلعب لغات 40 طب الأعمار السنية بتاعة ألعاب الكوة يعني ناخد مثلا السبرينتر أو اللعيبة اللهم الرانر اللي بيجروا مسافات قصيرة بيبطلوا يعني اسمع ان هم بيبطلوا أعمارهم ايه هو نقدر نقول السبرينتر للأسف أول ناس يبطروا فحلم اه يعني عسل اول واحد في ألعاب الكوة يبطر اه أعمارهم كان في تبطي العشرينيات أواخر العشرينيات أول التاريينيات يا أخبر بيض اه طب طب ايه تفسير لحدك لك السبب نظام التدريب والطاقة بتاعهم أثناء التدريب وأثناء المطلات ولأن الاسبرينت بيعتمد بدرجة كبيرة قوي بقى جاز العصد والعضلة بتساعد طبعاً للطولة والقوة والمرونة والحاجات دي كلها فطبعاً مع تقدم السن شيء طبيعي الزغار بيبقى حسن منك اه العضلة مش عايز أقول الفرش طبعاً إنما مع تقدم السن أكيد طبعاً العضلة بتستهلك كتير بتبتدي مش عايز أقول شيخوخة القديسة بدري طبعاً إنما مع السن لا ما هو بالنسبة لواحد بياخد 100 متر في 10 ثواني لما ياخدها في 12 اللي بدأ عنده شيخوخة يعني الشيخوخة هنا مش لالا عجز الشيخوخة نخرج برأ أرقامي فهو اللي بيكبر يعني حاجة فجئة تاني إن الاسبرينتر بيبقى أول ناس بيرطار لأن حتى الاسبرينتر يعني أكثر عرضة للمزق في الاسبرينتر كل المسابة تزيد بالضبط بالضبط فول باور والعضلة والجهز العصبي اللي هو مجهد أو تانشين أو في حاجة ممكن يعني يعني عوز بلا حالات الإصابة والنزق بتبقى كتير ممكن قطع في العضلة مثلاً يعني هو مثلاً عندنا نمزق كتير على أبطال مصر نازل وخلاص مساحة قويس أوي أوي وهيلعب الدور النهائي فيحصل دائماً بسبقات الكاسب يبقى في الشتاء يحصل أن الستارت يتأخر مثلاً 7-18 دقيقة والجو بارد يعني بنسبة 90 في 100 في واحد من الثمانية هيتصاب بنسبة 90 في 100 في واحد من الثمانية بتصاب يعني العضلة باردت بالضبط كل المسابة تزيد تبتدي نقول يعني مثلاً لعب المرسون ده ممكن يبقى يوصل يعدي الـ 35-36 ويوصل الـ 40 سن يبقى لسه يقدي المرسون ويعمل أرخام كويسة فيه طب اللعبة المسافات الطويلة زي اللعبة كينيا اللي هما بيجروا بقى مش عم بيجروا كم كيلو تقريباً 10 بتبدأ من 10 كيلو و 21 و 42 ده اللي هي مسابقات الطريق إنما داخل المرعب من 5000 متر و 10.000 متر طب اللي برا في الطريق ممكن يجروا بـ 42 كيلو أهو ده من المرسون 42 كيلو مياه يوعد يجرون كم أسبوع دي لا ده كلم ده ده بيقصر الساعتين لا بأس لا يعني ساعتين 42 كيلو لا رقم لو بيجروا بسرعات عالية إيه سر تفوق العدائين الكرينا الطبيعة بتاعتهم أولاً طبيعة الحياة بتاعتهم مش عايز أقول الجبلية لإنما الطبيعة المشي كتير مفيش رفاهية عبدهم مش كتيرة طب أقول لك على حاج جابتل حدك رحت نيروبي للأسف لا طب أقول لك على حاج بقى حكي لك قصة أنا مرة رحت مع المنتخب نيروبي ونزلت الرحلة كان بتوصل في الوقت ده كنا بنسافر على الشركة الوطنية فمسافرين بتوصل للفجر بدنا لسه بتشأشأ خدنا شنطتنا وركبنا الأوتوبيس رحين على أوتيل فنزلت لقيت الشوارع السواد سوادي على الناس كتير جدا يمين وشمال أنا قلت إيه ده هم عندهم عيد قومي المهاردة ولي يا جماعة وفي إيه سوادي كتبت بص مرمى بصرك ماس فبسأل الجايد بقوله هو فيه الناس دي ماشي راحة فيه قال لي الناس دي راح الشغل قلت راح الشغل تعمل إيه قال لي لأ ما احنا ما بنركبش عربيات هنا بلتماشى قال لي فيه ناس بتنزل تتماشى عشرة كيلو فيه ناس تماشى عشين كيلو الشغراء يعني مثلا إيه لو عندنا هنا ممكن واحد يلاقي ستة أكتوب على جهاز الشغل في بديد مصر بكده فممكن يقوم بتنزل تربع تيام في اليوم يمشي فلما يجيب واحد موظف من دول قال لي أجري هيكسر بالإضافة أن هي أعلى تنزل 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 بس هوا 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 يعني هيبقى معسكر مش مكلف ده بالعكس ده زكاء منه مش مكلف لا كنيا مش مكلف ما دي إن شاء الله هنترح بردو إن شاء الله في المسم الجاي يعني هانا يانا نتقي أفضل عندنا مثلا أنا بكترح معاك أكبر سبع تمن لاعبين تعملهم معسكر عشرة خمشة يوم في كيميا وكنيا مش مكلف لا هو الشهر كله مش مكلف يعني الشهر كله يعني ممكن اللي أنا عرفت منهم اللي راحوا جمعي يعني الشهر كله ممكن يصرف مثلاً مئة وعشين وعشين وخمسين دولار اه مش مش بعد فكرة بمكن يبقى فيه بروتوكول بينك وبين أندي هناك أو مؤسسات تصادفهم يستدفونك اي ان شاء الله ان شاء الله في الخطة رابب فكرة حلوة جداً يعني كينيا يعني مش بس ان هي يعني اولاً فارقة زينا الحاجة التانية ارتفاع معصاتها البحر بالظبط يعني طب احنا كنا في كينيا من روح نلعب مطشا كافتين بمرضو حاجة طريفة يعني كنا بنبعثين نلعب مطشا في اول ثلاث تيام لشان نلحق الأكسوجين احنا جايين بأكسوجين لو تأخرنا ثلاث تيام والمطشا تلعب فضيحة فضيحة في الملعب خمس دقائق وتلاقي لقاب يطلب يتغير ثلاث دقائق لان طبعاً من تش قادر ما فيش أكسوجين فكنا من روح نيروبي يا جماعة المطشا امت اوقت اجلوا المطشا لأنا احنا جايين شايلين جسمنا معاب بأكسوجين فنيروبي بلد فعلاً او كينيا بلد تشجع جداً على التدريب للعكس أنا بتضم بسوط السوطة فيه مخترح فيه ندرسه ان شاء الله فيه مخترح ان شاء الله يعني هنقدمه قريب يعني هننتقي أفضل أربع لعبين حتى نبدأ بيهم بمدة مثلاً شهر أو شهر نص أو شهرين وشوف ميزانيتهم كام وهنقدر ننفرها أو لا أو بإذن الله أنا يعني بفتكرت يعني اللعاب القوة حتى ما يحب منه ما أسكر يعني يعاني ورده يعاني ورده يعني 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 أهز نقول إن الشاء وراكم وراكم دي حقيقة يعني رحيل البلد اللي ما فيهاش أكسوجين عشان تقبله بحكم الطبيعة بتاعتها عشان تقبله فهم عسكت فيوقتي ممكن لقى السباحة اللي بسكت من فوق أوروبا يعني حتى في معسكراتكم لو معسكراتهم على فكرة في كده مش في أماكن حضرية يعني مش في هندق بقى وتكييف وكده ده خالص يعني مش عايز أقول يعيش الكباب أهو حاجات لأنها قريبة من الملعب بالضبط وتلاقي مثلا خمسين ستين واحد معاك بيجروا وبتمرانوا معاك يعني مش واحد ولا اثنين ولا خمس خمسين ستين واحد مع المدرب الكوتش لأن هي معروفة عاملوا هي فإنما طبعا زي ما أنت قلت المعسكرات ورانا ورانا يعني هتمل حتى المعسكرات اللي هي مفوضة يبقى فيها شوية طرفيه يعني لا تعال أنا وديك كده عشان تحرم ده معاك طيب كنت خلينا نقول يعني مثلا حاجة تاني بردو من حاجات اللي بردو يعني يعني الناس نفسها تشوف فيها أمل أو او انفراجة شايف إن إحنا ممكن يعني نقرب يعني نقرب من يعني عندنا تات أربع خمس لعيبة في أولمبياد دي نفسه زي إيهاب عبد الرحمن والجمال وغيره وغيره شايف إن طالع مجموعة مش هنقول باريس بقى باريس خلاص علافنا من اللي رايح لأن خلاص باريس سنتين ونوص بس بعد باريس شايف إن ممكن خلاص ست سنين دول في العيبة طالعة ممكن في ظل الرعاية واللي قاله إيهاب عبد الرحمن من توفر الرعاية إن إحنا ممكن يبقى عندنا بطل أوتين أوتات ألوبيب من واقع وجدي في قريب للأرض الواقع يعني آه فيه فيه آه فيه تحت 18 سنة ولاد وبنات مميزين جدا 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 هيل هو القصة بقى إيه إحنا حنقدر نهيلهم أو لا حنقدر نكمل معهم ومشوردة أو لا يعني إحنا بداية الأمر إحنا قلنا إيه إحنا قلنا التكلفة بتاعة اللاعب اللهم هي كام مش بس التكلفة اللي مش عايز علاقها شماعة يعني إن أنا التكلفة 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 أو ممكن ما عنديش خامة لأ أنا عندي خامة النهاردة بنحط فيها خطة إعداد يتخلى الخطة دي مشاركات خارجي ولقاءات إذا تمت هذه اللقاءات والمشاركات آه خلي بالك يا قبت أنت بتصفر مثلا العيد تسكر الرايح جاي وإقامة ثلاث تيام تمام يعني هنقول بلاش البطولة ثلاث تيام أحنا مش هتجيبهم يعني هنقول يوم قبلها ويوم بعدها يعني خمس تيام فرض واحد إقامة تساكر الرايح جاي ما هو برضو أنا أنا برضو عايز أقول حاجة يا قبت هو أنا يعني لازم أكون بطل الأول عشان يجي لرعاية ولا ممكن الرعاية والشركات المحترمة اللي بترعى تبص تشوف مين برامسينج في كل اللعبة ونرعا يعني عايزين نروح للمرحلة دي بقى إن أنا شوف اللي عيد ده بقول أنا بعده من دلوقتي لقدام ست سنين هل ده ممكن نشوفه هل الشركات بدأت تدار فكرها ولا محتاج كوميليكيشن وكلام بينك وبينهما محتاج كوميليكيشن طبعا لأنهما للأسف للأسف يعني إحنا دائما في العوقات مش عايزوا لهروا مقلوب إحنا نقول إعمل عشان تاقض يعني المشكلة أنا مرت بها ومدربيني وأخواتي كوارف هذه اللعبة مروا بها كتير يعني أنت عايز تسافر طبعا من الرقم دولا نصف فرق طب أنا قريب منه يعني أنا نهاردة قريب من الرقم مثلا مثلا بيني وبينه سنينتين أو بينه وبينه عشرين سنتي فأنا يعني أنت بتقول لي حقق عشان تسافر طب ما حققتش وما تسافرتش مش حققها تاني ففي ناس توصل يعني قبل ما توصل للمطلوب ترجع تتصرب منها تاني فهنا بكل بساطة الشركات نرجع نقول تاني لأ هم عايزين لو واحد يبقى وطر عشان يهتموا بيه وإلا وإلا نبتدي بقى نقول إن الراجل ده بالمصداقية الرسم باني هو إقياسات بتاعته هي مثلا من سنة فاتت والراجل بتقدم بمستوى معين إنه ده نقول إن الراجل ده كمان سنة أو البنت دي كمان سنة ثلاثة هتحقق الرقم ده طيب أقول لك كابتن ما إحنا الناشد يعني إحنا بناشدين براجل الأبطال إن الشركات الكبيرة المحترمة والشركات اللي بترعى اللاعبين ما تبص بصة يعني البدجت كلها طبعا الأبطال مهم ولكن نبص مين اللي جاي وبتهالي مفيش أفضل من حددك إن يتواصله معاك يعني يعني أصدق لي إنه يبقى تواصل ليك لأن أنت عندك أكبر كوكبة من الأبطال اللي تلعي وأكبر وأعرض كطاع ناشئين وناشئات ممكن حددك تقدم يعني وحصل تواصل يا ربي يعني يكونوا سامعين لنا تواصل بحيث إن بدروا يسألوا طب إنت شايف مين يا كابتن؟ شايف مين اللي موجود؟ مين اللي ممكن نرعاه؟ هترشح له متعة أربعة لعيب يعني شايف إن بتكلفة بسيطة ممكن نفسه؟ والله أقول لك أنا حاسع لهذا حاسع لهذا ومش أنا بس يعني أنا إحنا كجهاز وكمدربين كل مدرب في مجاله في مجاله الشغل اللي هو غير التدريب بتاعه بيسعى له يعني إحنا عندنا مثلا بطل مصر في المية وعشرة حواجز اسمه رامي سعيد رامي شغال محاسفة بنكي كم معي ديفي هنا ومكلم معي بالضبط رامي اللي التواصل مع أدارة البنك عنده يدر مثلا يساهمه في مشاركته مثلا آخر بطولة أفرقية بجوز بس ما جود فردي برضو يعني بالضبط بالضبط هي الفكرة كلها إن إحنا عايزين منظومة يبقى زي ما نبص على الأبطال اللي نرعاهم لازم نرعى على الزغيرين لأنه هو ده اللي هيبقى فيهم الآن بطل لازم عندي استمرارية ما استناشي بقى هو البطل وبع كده رعى يمكن أنا يعني بناشد من خلال البرنامج إن ده يحصل لأن أنا أنا من الألعاب الشهيدة واللي هي برضو عنينا في الأول إن ولادها مش هيخزينه مصر يعني أنتو لو خدتوا أو اللعيبة أخدوا أو حضرتك كجهاز أو غيره لو خدتوا الدعم الكافي طبعا هو في دعم بس أنتو محتاجين أكتر آآ ممكن حقا أو يعني عندي ثقة فيكم لأنه عندنا لمطنا الجسماني وجيناتنا آآ تقدر أي 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 أنت سألتين السؤال يعني في نضأ في عندي وفي عندنا وفي في وقت في الدرجة الجوية كمان لسه سنة صغيرة يعني 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 مثلا بطل مصر وبردو أفريقيا في الجولة محمد مجدي حمز حمز مجدي عشرينيات وطبعا النادي الأهلي وإدارة النشاط طبعا مجلس الدرارة عمل له عقد من سنة تقريبا برضو أبا كابتن هو الفترة الثالثة تقريبا انتصفت في فترة الثلاث دقايق تقريبا النادي الاتحاد ثلاثة واربعين الأهل اتنين واربعين يعني ماشيين إكوال إكوال لا ما هابونت يعني لو شفنا شوية لأهلي بأربعة واربعين تقريبين يعني خمسة واربعين كام؟ خمسة واربعين أهلي تلاتة واربعين اتنين حتشوف يعني هي الدنيا ماشية كده هيمشي لآخر وقت خلي بالك دي أعصاب زيكم عارف انت زي الرياضة والله الرياضة عارف اللي بيخش يعني يدوبك برانسه بس عشان يفرق ملي مترات متابعين للبسكت وطبعا أعصاب جدا جدا مين أكتر لعبة بتعجيبك برا ألعاب الكوب؟ يعني على مستوى الشخصي أو على مستوى الشخصي؟ الشخصي سبق مكورة بس سبق مكورة يعني اللي انت قلته تاك اللي انت قلته يعني أنا مش بجامل عشان البسكت عشان قاد فيها لأ هي كورة السلة تحب التابعها دي حقيق تحس ان هي لعبة فيها اثليتك؟ وفيها زي ما انت قلت العصاب دي أن برضو يعني فيها مهارات وفنه وفي الاخر اللحظة بتقاش عارف مين هيكسر حتى يا كابتن لما تيجي تشجع يا كابتن انت راجل ألعب كوة يعني الناس الجلد وتتشجع اللامة صعبة برضو بحقيقة بصراحة يعني غلوبت معاك يا كابتن في يوم ما تشجع تشجع البسكت ويوم ما تعمل باسكت تعمله بكين يا كابتن بس بأمانة يعني جودي يعني مبزول رائع والحقيقة احنا مشكرك جدا يا كابتن بأمانة يعني مشكرك على وجودك معانا ومع لش يعني احنا الفترة الجاية نحتاجك معانا كتير عشان نحط الدوء اكتر واكتر على عابق قوة وانا عارفين حداك مسخر حياتك لألعاب القوة مشكرك شكرا جزينا يا كابتن ناشي وعايز اقول حاجة في النهاية انا برضو يعني ملاشي اخب انا فعلا من عشرة يام عرفت ان كابتن محمود رئيس مجلس دارتنا الاهلي كان اوصب بتطوير عابق قوة المستوى مصر صحيح الاهلي على مستوى مصر صحيح وان شاء الله ان شاء الله في الفترة جاء نشوف حاجة كويسة ونيجي بقى هنا بالابطرة ان شاء الله تنورنا وتشرفنا اعزائي المشاهدين ده كان لقاءنا مع كابتن ناسر داود رئيس جهاز ألعاب القوة المدير الفني ايضا الألعاب القوة بالنادي الاهلي قاد عريضة شكر اللي بتعمل انجازات اكيد طبعا نادي الاهلي بها دعم هذا الفريق والفترة اللي جاء نشوف دعم اكتر مشكركم شكرا جزيرا على حسن المتابعة انتظرونا في حلقة جديدة مالا